موسيقى ازاك يا يوسف؟ ازاك يا فارس؟ لو سمحت يا فادي ما تتكلمش معانا ليه يا يوسف؟ عشان احنا بنتلع من الاوائل وانت خايب اه احنا مش بنكلم غير حد شطر زينا طنت ليلة كلمتني وقالتلي على حصل منكم نهاردة مع فادي ليه كده يا يوسف؟ يا مامي احنا شطرين وفادي مش شطر زينا مش عايزين نكلم يوسف احذر من انك تكون متكبر ربنا نهانا عن التكبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقال زرة من كبر وفي قصة ذكرت في صورة الكهف عن رجلين واحد غني والتاني فئير الغني كان عنده جنتين يعني بستانين او حديقتين كانوا غاية في الجمال والروع كان فيهم اشجار العنت وحواليهم نخيل وبينهم زرعة اخضر ويتدفق من خلالهم نهر من الماء العز الجنتين دول كانوا بينبطوا ليه احلى الثمار بكافة الاشكال والانواع ولكنه كان متكبر جدا كان بيعاير صاحبه الفقير ويقول له انا اكثر منك مالا واعز نفرا يعني ان كان بيعايروا بالمال والولد ويقول على الجنتين بتقول انهم لن تبيدى ابدا يعني مش هينطهوا خالص ويفضلوا على حالهم على طول وكان بيقول عن الساعة اللي هي يوم القيامة انها مش هتقوم ولو قامت هيجيلي جنتين احسن من الجنتين بتوعي فصاحبه الفقير قال له انت بتغفر بربنا اللي خلقك وانعم عليك بالنعم دي كلها المفروض لما تدخل الجنتك تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله اه انا اقل من كمالا وولدا بس ممكن ربنا يبدلني بجنتين احسن من جنتين بتوعك ويرسل على الجنتين بتوعك حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا يعني ممكن يجي صعيقة تخلي الجنتين بتوعك تراب لا ينبط فيها زرع ولا يثبط عليها قدم او يصبح ماءها غورة فلم تستطيع له طلبة او الماء بتاعها يبقى في اعماق الارض ما تقدرش تستخرجه تاني وفعلا دل حصل لصاحب الجنتين اصبحت الجنتين بتوع خاوية تماما فقعد يقلب كفيه لانه انفق فيها الكثير وندم على تكبره وندم على شركه بالله وقال يا ليتني لم اشرك بربي احدا القصة دي نتعلم منها لازم نتحلى بالتواضع ونتعد تماما عن التكبر انا غلطان يا مامي اقول لي فادي ما يزعرش مني ونش هتكبر على حد تاني ابدا